يا سلام الواحد بقى يخرج كده ايه واروح كده فكه عن نفسي لو الناس شفيتنا حتى في الشارع يقولول انت رايحة فينا قولهم رايح اقعد عندي بنتي يومين افكه عن نفسي الواحد ذهقان مال ايه يوه مين اللي بيخبط ديه يا ترى مين اللي جاي لنا ايه دي ايه 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 ده يا بنت يا سماح هو انت يا بنت مش لسه ماشية من عندي مبارح ايه يا بنت اللي جابك قولي لي بس كده تفضلي تعالي يا حبيبتي دخولي لكن هتقفى بقى تقولي لي جاية ليه وماش جاية ليه وكنت هنا ومش عارف ايه هتقفى تكلم معي يعني عسلم والناس تسمعنا يا بنت عايزة اعرف ايه اللي جابك مش انت لسه ماشية مبارح هو انا يعني الحقتة وحشك ده انت لسه مكلماني في التليفون وقفلة معي حتى ما قلت ليش ان انت جاي في ايه ما ترد علي ده انا يا بنت كنت بالم الهدوم لسه وبزبطها وقلت لمراتة اخوكي لميل الهدوم عشان اروح اعود عند البيت سماح يومان دي حتى قالت ليش تاني لما تتغذي يا ماما قلت لها لا ده انا هتغذى عند بنتي دي بنتي مسكت فيها وقاللت تعالي عشان نتغذى سوا يا ماما تم رات يا ماما نتغذى هناك عادي يعني هو يعني الاكل هيطير ونبقى نرجع نيجي تاني عادي بس يا بنت سكوتي مش عايز اسمع صوتك اكل ايه وزفت ايه قولي انت جاي يا لايه منظر ايه دلوقتي قدام مراتة اخوكي وانا قلت لها لميل الهدوم عشان اروح اقعد عند بنتي ولا ايك انت جاي قولي اللي اوريها وش ازاي جاي يا لايه يا راح امك قال ايه يا ماما عمال يقولي عايز اكل كرشة وفشة ومنبار ومحشي وعايز كل الكلام ده النهاردة قلت له ليه يعني هو انا لاقي صحتي في الشارع وانا اقدر اعمل كل ده مرة واحدة يقولي لا انا عايز كل الاكلات دي النهاردة تاني يا بنت ما صدقت ان انت روحت باتك قلت ان ماجا عندي قاعد يومان اتفك شوية يعني ضيع صحتي يعني علشان خطر الاستاذ قلت له حاجة واحدة بس اللي عملها لك كيفية يعملك محشي يقولي لا انا عايز الكرشة والفشة والمنبار قلت له خل امك بقى تعملهم لك لسه بقول له خل امك تعملهم لك بابص لقيت حماتي في ظهري يا بالمصيبة وحماتك سمعتك يا بيت وانت بتقولي له خل امك تعملهم لك اه اه يا ماما امالي يعني انا اللي جابني محاماتي سمعتني لا ومش بس كده دي فتحت علي الملاية وقالتلي كلام ما يتقالش وتقول لي ايه هو انت مفيش حد عجبك هو انت مفيش حد ملعينك يعني عسان لو طلب منك تطبخ له اكل تزليه عليه وايه خل امك تعملهم لك دي ايه الالفذ والبيئة الزبالة اللي انت جاية منها وكلام صعب قوي يا ماما لو بتقول لي ايه ده انت ما تربطيش تصدق يا بيت فعلا معها حق تعرفي لو مرت اخوكي هي اللي بتقولي لاخوكي خل امك تعملهم لك ده انا كنت طفحتها وانت بقى فعلا ما تربطيش وجبتلك كلام منك لله اشيخ قادين اعدى في بيتي لا بيا ولا علي والناس تهزق فيه لا يا ماما بس انا مسكتلهاش قلت لها انت مالك انت تتدخلي في اللي ملكيش فيه ليه قلت لها كمان حاس بوقف عندك ملكيش دعوة باهلي احنا يعني عشان سبنالك الباب مفتوح تدخلي كده وتتدخلي في حياتنا مش من حقك مش من حقك تقف تستنطي وتسمعينا يا دنيلة قلت لها تقف تستنطي وتسمعينا يخرب عقلك اهياني يا خيب تتقيلة ومصبت السودة ففي واحدة محترمة تقول لحماتها وقفت تستنطي علينا وتسمعينا اه يا ماما ما هي وقفلنا على السقطة واللقطة وكل كلمة بنقولها بتسمعها ما هي مش عايزانا حتى نقفل باب الشاقة واي حاجة نقولها ان لقيها وقفة فوق دماغنا الايه واللي يقولك اللي ما خلفتش بنات ما شفتش حنية تعالي يااختي تعالي شوف الحنية والهنة اللي انا عايشة فيه بلا ستين واكسة بلا ستين نيلة تقصد ايه يعني يا ماما بالكلام اللي انت بتقولي ده لا يااختي بلا قصدي بلا ما قصديش اسكتي وبعدين وبعدين يا امو الهام لما قلت لها انت بتصنطي علينا هردت هي بقى وقالتلك ايه مدتكش كده قلم على وشك ليه وهي تقدر تديني على وشي ده كان ابنها عمر في حياته ما ضربني بالقلم على وشي ولا ما ادي ايده علي تيجي هي وتضربني ليه ان شاء الله ده انا كنت كلها من مصارينها او انت مفكر ان انا سكتلها لا ده انا ديتها على دماغها فلحة يا بيت لامك امه الجوزي كان وضعه ايه بقى في الهم الاسود ده اسكتي يا ماما ده كان وقف ايه مسبهل مندهش وانا برد كده على مامته اصله عمره في حياته ما رد عليها خالص تحسي كده كان مبسوط محتار مش عارف يعمل ايه بس انا ايه مسكتلهاش قلت لها بقولك ايه هو انا كل ما اتكلم انا وجوزي قال ايه تي وقف على دماغي في الشقة وبعد كده انا هقف الباب شقاتي مش تقول لنا خليكم فاتحين باب الشقة انت مش هتحكم علينا ولو مش عجبكو امشي واسيبلكو البيت ردت علي وقالتلي مفيش بابها يتقفل يا حبيبتي قلت لها خلاص هلم هدومي وارف اعد عندي اهلي هو انتم فكرين ان انا مليش اهل لا ده انا ليه اهلي اترد عليهم ورحت لما هدومي في الشلطة وجيتلي كهوق يا ماما يا حبيبتي ايه يا ماما مالك مش بترد علي ليه والله يا بنتي والله العظيم انا ملاقي كلام ارد عليك بي ده على كده امرت اخوك بسم الله ما شاء الله متربية احسن تربية تربية عالية قوي انا عايز اعرف بقى يا بيت انت مين اللي رباكي انت فعلا ما تربتيش انت كمان بترد علي حماتك ده ايه الجبروت اللي فيك ده هو انت يا بيت شارية البيت تملكه مكتوب باسمك مالك يا بيت مالك عايز اعرف فرد ضلوعك وانوعك عليهم كده ليه ده انت طلعت قوية ومفترية وانا ما كنتش واخدبالي وما ردش عليها ليه يا ماما ما هي غلطت فيا وفتربيتي عايز انا اسكنت لها يعني لا طبعا ما هو ابنها هو اللي راجل تبت ورخم قال ايه طالب مني مش عارف ايه وايه 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 وعايز نفضل وقفة على رجلي طول المهار في المضخ ابو كيرش الجعان ابو بطن وانا يعني كنتي واخد اجازة من الشغل كده عشان اريح يومين يقعد يقولي عمليلي يش عارف ايه واعمليلي عشان افضل وقفة طول النهار في المضخ لا لا والله من اعامل حاجة لو عايز حاجة يخش يعملها النفس ولا يخلهم وتعملها له المعدولة لو النبي ده انت اللي معدولة وظيفة وظيفة ايه يا بيت وشغلة ايه او انت توظفت من ورايا الله في ايه يا ماما اذا كانت الحكومة عطيالهم اجازة الاسبوع ده كله اشمعنا انا يعني اهدت لنفس اجازة اجازة ما كمان اشمعنا انا يعني اجازة من كل حاجة هما الموظفين يعني احسن مني ولا كانوا احسن مني لا لا انت لسعت خالص على الاخر ودماغك فوت ده بقى تهبلة الجاية تقعد معايا جاية تقعد تعمل معايا اه جاية تهبلني واحنا بينجوز العيال عشان نرتاح ولا عشان يروحوا يجيبوا لنا مشاكلهم وارفهم انا جاهزتلك الهدوم يا ماما ايه ده هو انت جيت يا سماح اه جات الست هانم ده ملحقتش لسه ماشي ينبارح قالوا جاية للنهاردة قالوا انا بلم الهدوم علشان اروح لها عديو من اتفاك قالها اها جايبة بعضها وجاية شفتش الهم اللي انا فيك ليه كده يا سماح هو انت عملت مشكلة تاني اه اه ياخت عملت مشكلة تاني وانتو ما تعرفش كان طالب مني ايه ما تقولي لها قللها يا بيت كان طالب منك ايه 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 يا سماح كان طالب منك ايه قال ايه كان عايز كيرشة وفشة ومنبار ومحشي قلت له حاجة واحدة قال مش عاجبه وطلعت حاماتي زعاقت وفتحت صوتها قدي كده وطردوني برا البيت رحت جايبة بعض وجاية طب و ايه المشكلة يعني يا سماح لما تعملي كل اللي هو طالبه منك ما انت اخوكي برضو طالب النهاردة فراخ وبط وحمام ومحشي ومكرونة بالبشامل وعملت كل حاجة كل اللي هو طالبه انا عملته وكمان طلعت هنا عشان اساعد ماما في لام الهدوم الشنطة يعني عشان تجيلك ما شاء الله عليك يا بنتي ما هي دي الستة فعلا اللي عايزة تعيش هيدي الناس اللي متربية تربية صح ومش عايزة تعمل مشاكل بينها وبين جزهة مش زي ناس ثانية ما عندهاش رحة الدم لإحساس معدوم عنده واني بنتي واحدة من الناس دول هو انت قصدك ان انا يا ماما اللي ما عنديش دم وما عنديش احساس اه يااخدي اقصدك انت انت اللي ما عنديكش دم وما عنديش احساس مهي مرات اخوكي هي بيت طبخت له جزها كل اللي قالها عليه البط والمحش والحمام والفراخ والبشامل وكل حاجة وانت يا موكوسة عشان طلب منك أكلتين ثلاثة اتخنقت معهم وسبت لهم البيت ومشاتي وهي مرات أخويا تعمل لأخويا كل الأكل ده ليه ما هي أكلة واحدة يا حمام يا بط يا بشام أي حاجة هو ايه يعني استعباد اه ومالك اخرب بقى كمان على أخوك عشان تبقي مبسوطة ما انت جاية هنا يا بيت عشان تخرب العلاقات على كل الناس انما تعود هادية كده لا ازاي بقولك يا بيت مش هتخرب على أخوك كمان كفاني قعد تكلم نفسي من ساعة ما شفت وشك مش هتخرب على أخوك كمان سخانة يا اخت عايزة سخانة مراته عليها وتقل بيها عليها تبقى موكوسة زيك اخسع لك يا ماما هو انت مفكرة ان انا جاية عشان اخرب بيتها أخويا لا يا ماما ما كانش العشن فيا انا ما اخربش بيتها أخويا أبدا ولا تربيتك فيا كده لا 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 يا سماح ما تفهمش ماما غلط ماما ما اصدهاش كده هي تقصد يعني ان انا عشان ما تضيقش يعني من طلبات اخوك وكده لا يا حبيبتي ما هو انت عندك حق برضو ما هو احنا مش عبيد عند الرجالة ولا خدمين لازم تضيق وتطلعي صوتك وتتكلمي لما تاني مرة يقولك عمليني الاكل الكتير ده قلولو لا ارفضي وخد بعضك وروح عند بيت اهلك زي ما انا عملت كده بالزبط وتلمي هدومك كده وشنتتك وتروح على بيت اهلك انا صحيح ما ملحقتش يعني ان انا جيبت الشنطة هما طردوني بالبيت بصراحة بس يعني لازم تثبتي كده على موقفك فن الشبشب يا ولاه فن الشبشب اكسم بالله لو ما قفلت بقك وبطلت تسخمي مرة اخوكي على خوكي لكن متفحك الدم وحتفكي بالشبشب ده على بقك انت فاهمة ولا لا اوعى تتكلمي خلص طول ما انت هنا هو دايما كده يعني الحق بيزعل كل ده يعني علشان خاطر ابنها عملت حامي وادفع عنه لكن لو عشان بنتها هدوس على دماغها انت يا بيت يا زفتة التنع انت بتبرتمي بتقولي ايه ما بقولش حاجة انا دخل على قطي بقولك ايه يا مرات اخويا بتعالي كده ندخل جوه في القوضة نقعد شوية كده مع بعض نتكلم شوية ونحكي مش هتجيلك هتروح شقتها ومش هتجيلك خالص طول ما انت قادة هنا في البيت يلا يا اختي غور على القوضة ما شوفش وشك طب بقولك ايه يا ماما اخد الشنطة بقى كده ودخلها القوضة وارجع الهدوم تاني في مكانها لا يا بنتي لا يا بنتي خليها انا شكلي كده انا اللي هشوفلي حتة اروح اقعد فيها انا خلاص دماغي راحت انت عايزين اقعد مع بنتي دي في الشقة الوحدنا ده خلاص طيارتنا فوقي انا شكلي كده هروح اقعد عند اختي ولا شوفلي فندق اقجر لي ومين فيه مفيش حد من حلال فيكو كده يستضفني عنده هعمل ايه بس تعبت تعبت هتيب لها البيت وامشي مش قادر استحملها في صراحة اكتر من كده ولا حد فيكو كده يقول لي اعمل معاها ايه واتصرف معاها ازال يا اخواتي اشتركوا في القناة